سورجة مع الاخبار بصوا شعوري السنة من الحاجات الأسافة في الإنجليش لازم تبقى عرفة ما ينفعش انك تتكلم إنجليش وانت بتنطق شعوري السنة بطريقة سيئة لان الشعور بتحصل كتير جداً بتجي تتكلم إنجليش وحتفرق معاك جداً 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 وحتزبط مطاعة يدخلوا بالترتيب كده مع بعض اول شعر عندنا اللي هو شعر يناير تمام شوف انا هكتبها لك وحفكرها لك بحاجة جان يو ويري بص فيه يو في النص كده يو اللي هو انت جان يو ويري جان يو ويري تاني شعر فبراير هنقولها بالإنجليش ازاي أولاً انسى الأر الأول نية قول فيبيو ويري برضو اليو فيب يو ويري افتكروا إن أنا قلت قبل كده من الفرقات الأسامة بين الامريكين إنجليش والبريتش إنجليش الـ a-r-y أو الـ o-r-y لما بتبقى جاية في آخر كلمة من مقطعين أو ثلاثة في الامريكين إنجليش بنسترس عليها عشان كان هنا أنا بنتها النقطة أمريكين النهاردة في الفيديو دوت فأنا بقول جان يو ويري فيبيو ويري وينسى الأر الأول نية تلات شعر معنا اللي هو اي شعر مارس في الانجليش ما تقولش مارش لأن مارش دي معناها المستنقع فلما تقول لي I was born in March يعني أنا اتولدت في المستنقع I was born in March March تي كده قبل الـ C تي كده بيبقى في تي قبل الشين مارش تمام؟ رقم أربعة شهر إبريل الـ A مش دائما مفتوحة قول أبريل مش أبريل ماي عادية بتقالي أغلبنا عارفينها يونيو اللي هو شهر ستة بالانجليش ما اسموه جون ده اسم واحد زي محمد كده عندنا فما تقولش جون أقول جون التانية جون أو جون جولاي نفس النظام بترفز الثانة كده دي خفيفة قبل الجاي وقول جولاي جولاي يوليو جولاي تمام؟ شهر تمام اللي هو أو جاست أو جاست شهر تسعة سبتمبر وانا عاوز بقى الـ E-R في الإنجليش دايما يعني الـ E-R احنا بنهنها بنقول سبتمبر يعني دايما الـ E-R معانا في آخر الإنجليش مفتوحة عاوزك تضمها شوي سبتمبر سبتمبر تمام؟ شهر عشرة أكتوربر أكتوربر وفتكر تاني مش نوفمبر نوفمبر وبرضو ديسامبر ديسامبر مش ديسامبر افتكر حاجة تانية على جنب كده جامعة شهور في الإنجليش لما تحب تجمع شهر في الإنجليش ما بتقولش ودي قلتها قبل كده النطق month مش month والجامعة عندك ايما تقول month أو ايما تقول month حرف الجارة اللي بيجي مع الشهور في الإنجليش هو إلا لو الشهر جاي في وسط تاريخ يعني الطبيعي ان انا اقول in june in july and so on لكن لو انا بقول مثلا اتولدت وحاجيب يوم وشهر وسنة أو في الامريكان انجليش على فكر بيبقى شهر يوم سنة ساعتها حاجيب on يعني اقول مثلا ايه i was born on april the 22nd 1985 تمام هنا نستخدم to on مش in عشان خطر ده تاريخ الشهور دايما بيجي مع حرف الجاري in إلا لو جاية فوس ديت عنديش ايه حاجة تانية يقولها النهاردة اتمنى يكون الفيديو عقابكم thank you and wish you all the best يلا باي شكرا